موسيقى بيطلع هذا البيان بينزل سعر الصرف من حوالي 40500 ل 35500 5000 ليرة بظرف نص ساعة بيطلع شوي بالليل وينزل شوي الصباح والقرار بكرة بدي بلش تنفيذه لان ابتداء من الثلاثة رح احكي كلمتان شوي عن القرار نفسه اللي بيقول كمان بكفة انه الدعمين 161 والمية وخمسين والمية وثمانة وخمسين بتبقى هي زيتها 400 دور طبعا 8000 ليرة بالشهر طبعا معاشات الكطاع العام بيبقوا مكفيين عادي بس جملتين سريعتين عن النص اللي اوردوا مصرف لبنان لانه حلو واحد يشوف المصخرة اللي عايشين فيها كما تدعي انه هي بنص قانوني وصلاحيات وغيره اولا بيقول بهالجملتين مجموعة من الامور اللي فيها شي ست سبع مخالفات بس بسطرين ونص يعني بيقول بناء على المادتين من قانون النقد والتسليف الـ 75 و 83 هذا القرار طبعه بناء على هون مادتين انه هو قال له الصلاحية الانونية اولا ها مخالفة لانون النقد والتسليف تستوى واحد يبلش لانه انون النقد والتسليف سامح هون مادتين بشيره للسماح لمصرف لبنان بشراء الدولارات وبيعه مباشرة بالاتفاق مع وزارة المال ولكن انون النقد والتسليف كان بعده مسعر الدولار سعر الصرف الدولار انطلاقا من ربطه سعر صرف الليلة اللبنانية عفوا انطلاقا من ربطه بقيم معينة من الدهب تحددها الدولة لاحقا ما حددتها الدولة فبيقول من هلا لا تكون حددتها الدولة بتتدخل مصرف لبنان ووزارة المال من خلال صندوق تثبيت القطع شراءا للدهب والعملات الاجنبية وبايعا لهما ليخلقوا استقرار لسعر الصرف فاذا هو اجراء مرحلة كان بالالف تسعمية واربعة وستين اجراء مرحلة بالالف تسعمية واربعة وستين يعني من ستين سنة شرطه تأمين استقرار سعر الصرف من خلال صندوق تثبيت القطع بوقت مصرف لبنان لا ما اعتمد معيار الدهب ولا عنده صندوق تثبيت القطع ولا عم يعمل على استقرار سعر الصرف لبل هو الجهة الاساسية في المضاربة على سعر صرف الليرة اللبنانية ولا راح نشوف كيف فاستنجاد بمادتين خاطئتين والدعاء اللي مهمة هو عم يعمل نقيضة هذه اول سطر سيقوم مصرف لبنان من خلال منصة صيرفة صيرفة علي سعر صرف على اساس عملنا صيرفة واللي هي مخالف للانون لان ما انا طلع بانون طلع على مصرف لبنان وصارت شغالة دفكت وامر واقع طلعت بالاساس قال لانه بدنا نزيد الشفافية بعمليات الصيرفة كرمالتا واحد يقدر يوصل لاستقرار لسعر الصرف وتصير منصة الوحيدة المستخدمة الفرق كان بين صيرفة وسعر الصرف بالسوق 10.000 ليرة يعني حوالها 25% فرق ورقم 30.000 تبع صيرفة رقم اعتباطي بيحددوا مصرف لبنان فهذه بدل ما تكون شفافية ومشفافية صارت وسيلة من وسائل المضاربة وهلأ واحدة من غايتها ببيع الدولارات حصرا تداء من يوم الثلاثاء علما انه لن يكون شاريا للدولار عبر منصة صيرفة من حينه والى اشعار اخر هلأ قرر يكب الدولارات بالسوق وياخد مبيلون لبناني بالمقابلة شو عم بيعمل رياض سلامة بيبكي البساطة كزع صفور بحجر واحد بلعبة منة جديدة ولكن هدا فصلة جديدة اول شغلة توقيت تبعا لانه هيدا البيان اذا واحد بيطلع فيه بكل بساطة انه انت عندك دولارات بدك تقوم هلأ تشتري من خلال الليرات لبنانية وتطرح دولارات بالسوق يعني انت قادر تعمل هيدا الشي ليش عملته هلأ ليش تركت سعر الصرف يطلع مسؤول عن انهيار سعر الصرف بالمسؤوليات اللي انت مكلف فيها هيا واحد اثنان هيدا الشي بيعني ايضا انه مصرف لبنان هلأ بده يسحب الليرات من السوق توقيته هلأ بسائب مفيد سياسيا لانه مش رعون فارل من اصل الجمهوري اخر الاسبوع فمن وقت هيدا الشي بنزل سعر الصرف انطلاقه من عملية الخصومة بين اثنان طيب شو كان عامل رياض سلامة اخر شهر شهر ونص من هلأ اذا منطلع بميزانيات مصرف لبنان اللي بينشرها هيدا الورقة مش ميزانية يعني اي ورقة اكسل فيها تابلو ايست سليابلتيز شو عليه مطلوبات وشو عنده موجودات منشوف انه بين خمسطعش تسعة شهر الماضي خمسطعش تسعة لثلاثين تسعة بهالخمسطعشر يوم زاد النقد بالتداول تلتعشر الف مليار ليرة تلتعشر تريليون ليرة زادوا منشوف بالاضر اسدس اللي فهمنا من ورا رياض سلامة انه هيدا بحط فيها اموالي السينيورج يعني طبع العملة حطتها هو بالاسدس ايضا بترتفع بثلتعشر الف مليار ليرة ايدي طبع العملة يعني هو تغطي لخسائر هو بسميها تغطي لخسائر من خلال اسدس يعني هو مصرف لبنان بالنسبة لرياض سلامة ما بيخسر ليش لانه هو يطبع عملة فما بيخسر كل ما يسجي لخسارات وحتى لو بعد ما طبع العملة كان يحط رياض سلامة انه الاخسارة هيا مش خسارة هيا من الموجودات بدل ما تكون بالمطلوبات لانه بكرا بطبع عملة فزيادة بالنقد هو نفسه الرقم اللي زاد بالاسدس كالعادي فاذا هوا تلتعشر الف مليار بيرجع من تسعة تلتين تسعة شهر الماضي لخمسة عشرة هيدا الشهر ايضا ارتفاع بالرقمين النقد بالتداول بيطلع 11 الف مليار ليرة والاضر اسدس بيطلعوا 11 الف مليار ليرة المجموع 24 الف مليار ليرة زيادة نقد بالتداول سرعة طرح الاموال بالتداول واحدة من اسباب تدهور سعر الصرف لانه عم نحكي نحنا باقل من شهر زدنا 24 الف مليار ليرة يعني تقريبا كل الاموال بالتداول هي حوالى 70 الف مليار ليرة في تلتون اخر شهر نوجده طبعا ده الرقم بيطلعوا وبينزل عم نحكي عن اخر الرقم فاللي عم يعملوا رياض سليمة بكل بساطة من خلال عملية كب نقد بالتداول بهالسرعة لانه هون اهمية هادي الفلوسيتي كب نقد بالتداول بسرعة عالية بساهم اول شيء بانه يشتري فيهم دولارات بمصرف لبنان وبيساهم بتدهور سعر الصرف اللي كنا عم نشوفه بصورة واضحة بالشهر ونص الماضي بيرجع من خلال هالدولارات اللي صارت عنده بيطرحها على السوق بيرجع بلمفي من خلال الليرات اللي هو طبعا ورماها بالسوق وبيساهم بتحسن سعر الصرف هالدولارات اللي اخدها بيرجع بيشتري فيها دولارات بسعر افضل اذا تمكن واذا لا مش مشكلة ما هو بيطبع ومن عيد هيدا البزار مقص من شار رايح وجاية بمصرف لبنان كل هالعمليات هي عمليات مضاربة على سعر الصرف وهي تناقض السبب الذي وجده من اجله اي مصرف مركزي بنزيد عليها شي بيخوف بعض اكتر انه شو الرقم اللي محطوط للتداول للبيع كدولارات مش موجود ما انه حاطط رقم فهيدا يقضى على استنسبية حاكم مصرف لبنان اكيد بمخه هو فيه رقم بما انه هالرقم منه معلن ولا فيه شفافية لمن له حق ياخده ومن ما بياخده هيدا كمان بتفتح باب لبزار بيتحكم فيه حاكم مصرف لبنان بتمييز ناس بكمية من الدولارات على حساب ناس اخرين رح يشتروا هلأ الدولارات وينطروا انهيار لاحق بسعر الصرف بيرجعوا خلاله بيشتروا ليرات وبيرجعوا بينطروا ضربية تاني من مصرف لبنان تا يرجعوا يشتروا دولارات باسعار افضل وها هي عملية المضاربة الكاملة هالبزار هيدا اللي فيه يكون لاسباب انتفاع المالي وحسب ولكن فينا نزيد عليه احتمال الانتفاع السياسي لقوى سياسية محددة ولشخص الحاكم اللي فيه شبهات وفيه مطاردات قضائية وسياسية يعني فيه اطراف سياسية هي بمواجهته فيه يقعد يشغل هيدا البزار كرمالتا يدبر السيف اكزيت من مصرف لبنان بما انه ولايته بتنتهم عن نهاية شهر تموز السن الجاي ها من وسائل البزارات وها من وسائل شرية وسائل اعلام وصحفيين وغيرهم يطلعوا يدافعوا عن كل المخالفات الانونية اللي بمارسة مصرف لبنان وكل التغطية اللي سرقت اموال اللبنانيين من خلال طويلة عريضة بتمرق من الحكومة للمصرف المركزة للمصارف ما بيدفع من كيسه بيدفع من كيسنا نحنا بطلوع وبنزول وبصورة هاي الختمية واحد بيقول انه ولا مرة قدام هيدا المضاربات واحد لازم ينغش بانه شو بعرفنا يتحمس ويقوم اه يخلص الدولارات اللي بيدفعوا اذا ما في عوامل بنيوية تم تصحيحة على يوقف التدهور بسعر الصرف خصوصا انه الاحتياطة بالمصر في المركزة الى تناقص مستمر ومضطرد وصل عند التسعة مليار دولار بعدما كان ببداية هيدا الازمة بالالفان وتسعة حوالى الاربعة وثلاثين مليار دولار بقى في تسعة ونحنا بالسنتين المقبلتين راح نشرف في حال ما صار في اه مواجزات غير متوقعة على صعيد سلطتنا السياسية باخد اي قرار اه يعفينا من هالأزمات راح تجينا تدهور اضافة بما تبقى من عملات اجنبية بمصر في لبنان مع ما سيرافقها من انقطاع سلعة من السوء تدهور اضافة بسعر الصرف فباخر تمانة تسعة شهر من ولاية مصر في لبنان لعبة جديدة فيها تطرق على كذا مجال على المجال السياسي اه مع انتهاء عاحد ميشيل عون الاي حق انه في امور عم تتحلحل طبعا هدا كله وقتيا ببين انه المشكل جزء منه اي فريق سياسي ولكن ما في اي فريق سياسي لحاله هو سببه وبنفس الوقت اه من زيد عاق حجم الدولارات بمصر في لبنان ومن خلالها منرجع من الدخل بالسوق للسيطرة نكسب وقت لتكون خلصة ولايتنا ويبقى في بيدنا لاخر نهار من ولايتنا كمية من الدولارات هيك من كبع اللي بده يجي من بعدنا هو شو بده يعمل وبنفس الوقت هالعمليات بكب الليرات وثم تشفيفها منفوض فيها منافع مالية وبتبلش من جميع الصرفين اللي صار بوزع هو رخص شمال يمين ايضا مصرف لبنان لعملية الصرفين لعملية المصرفيين والمصالح التجارية والاحتكارية الأساسية ومنضيف عليها السياسيين هذا كله في انتفاع مالي كله بيستفيد من هذه العمليات وحده نعمل بزارات منفيد فيها ناس على حساب ناس إذا بالمقابل فينا نجمع حمايات سياسية كله هولي وراء بإدريات سلامة بنفذهم بتعاميم من هالنوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة